منذ بداية العدوان على غزة تزايدت وتيرة اعتداءات المستوطنين على المواطنين وأملاكهم في محافظة الخليل بشكل عام ففي منطقة الطيبة في ترقوميا غرب الخليل تعرض الحاج أحمد المرقطن لإطلاق نار من قبل المستوطنين أثناء تواجده في أرضه بتلك المنطقة حيث أصابوه في قدمه رايحين نورق طل علينا شوية جلود بعد العصر اللي أقول يا أبا خروح ورحنا بيجي طريق وانا طريق السايرة بتجيش من هناك قطعنا في هاي الشوش قبل مصل الغرفة اللي ترك ترون مش صدفة أنا ببساط يزم في دقيقتين من الخليل اللي هان بصل في دقيقتين شفته خشيت في الدار شفني هو زمر ما ردتش عليه نطيت اللي هو واحد ولا ما فيه دقيقة له قد دامي طخ طلق موقف تشتدي بالله ما نزله طخ طلق عرف وين أجه منع الاحتلال المواطنين من الوصول إلى أراضيهم في هذه المنطقة بعد أن خرب كل مساكنهم ومزرعاتهم وأعطى الضوء الأخضر للمستوطنين بأن ينشروا فيها فسادهم ويفرغوا حقدهم على كل ما هو فلسطيني استمرت الاعتداءات من المستوطنين والجيش الدفاع الإسرائيلي اللي بهدم الأراضي الزراعية وهدم الآبار الإرتوازية اللي كانت موجودة كذلك عدد من العرش كان يقوموا بهدمها وترحيل المواطنين باتجاه البلدة الآن بعد السابع من أكتوبر اشتد الخناق على اللي هو البلدة وأصبح فيه عندنا اللي هو اعتداءات يومية حتى فيه فترات زمنية متقاربة يعني خلال ساعات بيكون فيه عندنا اللي هو قدوم للمستوطنين باتجاه البلدة ومحاولة التخريب يخطط الاحتلال منذ سنوات لضم هذه الأراضي للمستوطنات المقامة على أراضي بلدة ترقوميا وفي الآوينات الأخيرة بدأ بتنفيذ هذه المخططات مستغلا الظروف الراهنة حيث بدأ المستوطنون بوضع كارفانات جديدة على أراضي المواطنين في إشارة للاستيلاء عليها بشكل نهائي محمود فراش تلفزيون فلسطين الخليل